السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نستضيف اليوم الدكتور علي سليم من أجل إلقاء الضوء على الاستفتاء الأخير الذي وقع في أيرلندا السؤال الأول الذي يتبادر إلى الدهن والكثير من الناس حقيقة يسألون عنه كثير من الناس لا يعرفون أصلا هذه التعديلات إذا كان ممكن تعطينا أول شيء نظر على هذه التعديلات وبعدها النتائج وربود الأفعال أفضل الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الجمعة الموافق الثامن مارس تم الاستفتاء استهدف المقترح الأول النيل من قيمة الزواج في المجتمع واستهدف المقترح الثاني محو الإشارة إلى قيمة دور المرأة إذا قررت البقاء في بيتها للاعتناء بأسرتها بل وعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها حتى لا تضر المرأة الظروف الاقتصادية إلى الخروج إلى العمل الحمد لله سبعة وستون بالمئة صوتوا بلا اثنان وثلاثون بالمئة صوتوا بنعم أود أن أشكر كل من صوت بلا وأذكر أنه لا بد من التسجيل والاستعداد للجولات القادمة هذا مطلب شرعي من أجل حماية أبنائك me Would like to ask about the last referendum in Ireland Friday the 8th of March Ireland had two referenda The first proposed change aimed to diminish the value of marriage in society The second proposed change aimed to remove reference to the value of woman's role if she decides to stay at home and look after her family 67% voted no 32% voted yes I'd like to take this opportunity and thank everyone who voted no and remind my community to get registered for election voting is a religious responsibility Thank you brother, thank you